يسأل يقول ما حكم الشخص الذي يموت في الحمام أو في الطريق أو في البسد يقول هل هذه علامة على حسن خاتمة أو سوء خاتمة أبو مريم بارك الله فيك أولا ينبغي للمسلم أن يهتم للخواتيم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه فالإنسان يبعث على ما مات عليه من عمل يعني ليس من عمل فمن كان مصليا بعث مصليا من كان حاجا بعث يوم القيامة محرما يلبي من مات سكرانا والعياذ بالله بعث على هذه الحالة من مات زانيا بعث زانيا والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام المسألة الثانية أخي الفاضل بالنسبة للأماكن التي يموت فيها الإنسان ليس الدليل على حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة فلو مات شخص بجوار الكعبة وهو كافر بالله ما نفعه لو مات شخص بجوار الكعبة وهو منافق لعذب الله ما نفعه أن يموت بجوار الكعبة من دفن شخص بجوار النبي عليه الصلاة والسلام أو بجوار الصالحين وهو غير صالح ما نفعه من مات وهو يقضي حاجته ليس دليل على سوء الخاتمة فقد يكون من الصالحين قد يكون من الصالحين لأنه ليس له علاقة بالعمل يبعث المرء على ما مات عليه من عمل ولذلك للأسف الشديد بعض الناس الآن يحكم على الآخرين ويزاحم الله عز وجل في حكمه لما يحكم على آخرين يقول لا أنا والله شفت وجه أسود شفت وجه مقلوب شفت وجه كذا هذا غلط ما يجوز يا إخواني في بعض الناس الآن يتعاطى أدوية وبعضها فيها إشعاعات كيميائية أو كيميائية فيتغير شكله بسبب المرض فبعض الناس قد يحكم عليه هذا من أولياء الله يقول أنا شفت وجه متغير وشفت وجه كذا أو سود وجهه يعني شخص الآن مات في حريق احترق جسمه وهو من أولياء الله هل نقول والله لأن جسمه صار أسود خلاص في النار أو أن هذه خاتمة هذا شهيد من الشهداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لا يجوز للناس أن يحكموا على الآخرين من خلال مكان الموت أو من خلال الحالة البدنية التي يكون عليها الإنسان جسمه تقطع ولا احترق جسمه ولا سود مثلا بدنه لا يجوز للإنسان أن يحكم على هذا الحكم لله سبحانه وتعالى وحده لكن نحن لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين ترجمة نانسي قنقر